موسيقى عدد جديد من موعد ساحل وافريقيا معي أنا مصطفى زياتين ونستهله بالعنوين موسيقى كورونا باق ويتجدد وأوميكرون سلالة خامسة من الوباء تقلق إفريقيا والعالم موسيقى الجزائر تترأس الندوة رفعة المستوى للسلم والأمن بإفريقيا صوت واحد في مجلس الأمن موسيقى موجة جفاف كبرى تطال صاحب أطول ساحل في القرة السمراء يد تعلن الطوارئ وأخرى تستجدي إغاثة أممية وتتابعون السينما الإفريقية رصيد متخم وهوية راسخة في وجه التأثير الغربي موسيقى موسيقى أهلا بكم يعيش العالم هذه الساعات هاجسا جديدا من كابوس كورونا أوميكرون سلالة جديدة تظهر في جنوب إفريقيا وتكثر معها الأسئلة حول مدى تأثيرها على الملقحين وغير الملقحين وعما إذا كانت أكثر خطرا من سابقتها دلطا لكن منظمة الصحة العالمية قالت إن الحكم سابق لأوانه وأنها لا تملك الأجوبة الكافية والدقيقة بعد ملف عددنا اليوم عن هذا المتحور الجديد المقلق وتأثيراته في إفريقيا والعالم لكن قبل ذلك نأخذكم في جولة إخبارية نستهلها من غرب الجزائر وتختتم اليوم بولاية وهران أعمال الندوة الثامنة رفعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا وبحث المشاركون على مدار ثلاثة أيام في هذه الندوة التي تعرف مشاركة مسؤولين رفعين في الاتحاد الإفريقي بحثوا عديد القضايا والمسائل المتعلقة بالأمن والسلم والتنمية وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان العمامرة كان قد أكد أن الندوة الثامنة لمجلس السلم والأمن المنعقدة بالجزائر تهدف إلى أن تتحدث إفريقيا بصوت واحد في مجلس الأمن لتكون بذلك قادرة على التأثير على قرارات هذه الهيئة الأممية أو أي هيئة أخرى موضوع هذه الندوة يضمن الدعم اللازم للأعضاء في مجلس الأمن والسلم الإفريقي وهو موضوع هام وواضح ويترجم مساعينا لمضاعفة المجهودات لجعل صوت إفريقيا أقوى على المستوى الدولي وللتأكيد على أن مجهوداتها تحظى بالتقدير كما أن اهتمامها الأول النجاح الاستراتيجي وفي هذا السياق أنا سعيد بالتنويه أن التزامنا الجماعي بدأ يعطي ثمارها في خبر أخر عقد وزير الشؤون الخارجية الجزائرية رمطان لعمامر هذا الثلاثاء جلسة عمل مع الرئيس الصيني جالي وكذلك لقاءات ثنائية مع عدد من الوزراء وممثلي الدول على غرار نظيره الصيني والمالي وذلك على هامش منتدى التعاون الإفريقي الصيني المنعقد بداكار في طبعته الثامنة وتباحث العمامر مع الرئيس السينيجالي وجهات النظر حول الأزمات السياسية والأمنية التي تمر بها بعض الدول الإفريقية من جانبه أعرب الرئيس السينيجالي عن تقديره لالتزام الجزائر بتحقيق مصالح القارة الإفريقية حذرت الأمم المتحدة والحكومة الفيدرالية في الصومال في بيان مشترك من أن الجفاف المتفاق بسرعة في الصومال قد يؤدي إلى وضع حرج بحلول أبريل من العام المقبل البيان ذكر أن حوالي 2.3 مليون شخص في 57 من أصل 74 منطقة يعانون من نقص خطير في المياه والغذاء والمراعي ما يقارب 100 ألف شخص خاصة في المناطق الوسطى والجنوبية هجروا منازلهم بحثا عن الطعام والماء والمراعي لمواشيهم فيما يعيش أكثر من 70% من جميع الصوماليين يعيشون حاليا تحت خط الفقرة تعيش إذن الصومال صاحبة أطول ساحل في القارة الإفريقية موجة جفاف حادة السلطات الرسمية رفعت بيدها الأولى حالة الطوارئ ومدت بيدها الثانية نحو الإغاثة الأممية لعلها تجد من يمسك بها نتابع هنا الصومال عشرات ينتظرون صواع قمح يسد رمقهم وهناك خلف هذه الخيم المتهالكة تختبئ أسر من موجة جفاف كبرى ضربت جنوب البلاد حالة طوارئ ترفع ونذير سوء يخشى بتكرار مجاحة عشر سنوات خلت إن موجة الجفاف الجديدة التي ضربت الأقاليم الجنوبية في البلاد تهدد حياة الملايين أدعو جميع الجهات الحكومية إلى تكثيف الجهود في مواجهة الجفاف في هذا الوقت الصعب علينا أن نتحد لتوحيد مواردنا لمساعدة إخواننا وأخواتنا الذين يعانون من الجوع ونقص المياه أحث الشعب على الوقوف بجانب المنكوبين كما أحث العاملين في القطاعين العام والخاص على المشاركة في جهود الإغاثة الأمم والمتحدة والحكومة الفيدرالية كانت قد حذرت في بيان مشترك من أن الجفاف المتفاقمة بسرعة قد يسوق الوضع إلى الأسوأ مطلع أفريل من العام المقبل أما الجامعة العربية فنشدت المجتمع الدولي الوقوف بجانب شعب الصومال ودعمه ماليا بشكل مباشر أو عبر التنسيق مع الجهات المعنية في الجامعة العربية غير ذلك بعيدا عن لغة الأروقة والقاعات يبقى حوالي مليونين وثلاثمائة شخص بحسب تقارير أممية يعانون من نقص حاد في المياه والغذاء في الشأن الإثيوبي تزداد حدة الصدام بين طرفي النزاع رئيس الوزراء يراهن على خضوع المجموعات المتحالفة مع جبهة تحرير تيجراي إلى الاستسلام فيما يصر خصوم أبي أحمد على الثبات حتى بلوغ العاصمة أديس أبابا نتابع تتواصل الاشتباكات في إثيوبيا وتتجدد أحداثها كل يوم رئيس الوزراء أبي أحمد اضطر إلى نقل بعض صلاحياته إلى نائبه متوجها إلى جبهة القتال ضد قوات تحرير تيجراي ومع تصاعد حدة التوتر والتساع رقعة القتال لم تجد أمريكا وفرنسا بدا من الصمت غير دعوة رعاياهما إلى مغادرة إثيوبيا فورا في وقت أعلنت فيه جبهة تحرير تيجراي أنها باتت على مسافة 200 كم برا عن العاصمة فيما قالت الحكومة إن قواتها استعادت السيطرة المطلقة على عدد كبير من البلدات في إقليم أمهار من جانب آخر دعا بأحمد المجموعات المسلحة المتحالفة مع الجبهة إلى الاستسلام فورا مؤكدا أن الحرب قد انتهت وأن جبهة تحرير شعب تيجراي هزمت تماما وأن اكتمال النصر أصبح مسألة وقت قصير فقط وتعيش إثيوبيا على واقع سيناريو اضطرابات سياسية وأمنية منذ أكثر من سنة كاملة وفي وقت تراءت فيه بعض أمارات الانفراج يبدو أن الصراع بين الحكومة الرسمية والجبهة لن ينتهي في ظل التمسك بمنطق القوة ومنهج التصعيد الوضع في السودان لا ينبئ بخير فرغم الاتفاق بين حمدوك والبرهان لازلت المظاهرات المنددة بالاتفاق مستمرة في الشارع السوداني الأمر الذي دفع بالأمين العام للأمم المتحدة أنطوني جوتيراش إلى دعوة السودانيين إلى قبول الاتفاق والحذر من خطورة التداعيات تفاصيل نتابعها في هذه الورقة رغم استمرار موجة المظاهرات الرافضة لاتفاق حمدوك مع الجيش ومطالب المتظاهرين بحكم مدني في السودان تجمع الأطراف المتنازعة على هدف واحد وهو ضمان انتقال سلمي إلى ديمقراطية حقيقية في البلاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني جوتيراش دعى الشعب السوداني إلى تغريب الحس السليم والقبول بالاتفاق المبرم بين رئيس الوزراء وقائد الجيش أتفهم ردة فعل أولئك الذين يقولون لا نريد أي حل مع الجيش لكن بالنسبة لي فإن إطلاق صراحي رئيس الوزراء وإعادته إلى منصبه هو نصر مهم ينبغي علي أن أدعو إلى الحس السليم أمامنا وضع غير مثالي ولكن بإمكانه أن يتيح انتقالا فعالا إلى الديمقراطية نداء إلى القوى المختلفة والشعب السوداني هو أن يدعم رئيس الوزراء حمدوك في الخطوات المقبلة لانتقال سلمي نحو ديمقراطية حقيقية في السودان نداء جوتيراش يتوافق مع تصريحات مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أكد فيها أن واشنطن تعتقد أن الاتفاق هو أفضل الحلول للسودان رغم أوجه القصور التي شابته ويرى متابعون لشأن السوداني أن الجدل يتجدد بشأن عودة الإسلاميين للحكم خاصة بعد إطلاق صراح رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول إبراهيم غندور واستعانة البرهان بكوادره للتقوية موقفه وهو الأمر الذي تنبئن به الأيام القادمة أوميكرون يقلق إفريقيا والعالم ملف العدد بعد هذا الفاصل مرحبا بكم مجددا كورونا يأبى الاستسلام أوميكرون متحور جديد يقلق إفريقيا والعالم من جهتها منظمة الصحة العالمية تؤجل الحكم على مدى تأثير هذه السلالة ونجاعة اللقاحات عليها فيما تتسابق دول العالم لتجميد حركيتها الجوية خوفا من العدوى قراءة في الموضوع في هذا التقريب تصور التسعة رقعة كهذه المشاهد المروعة في كل نقاط العالم كيف يكون التعامل مع هذا المتحور الجديد الذي يسمونه أوميكرون والذي تم اكتشافه حسب العديد من المصادر الإعلامية في جنوب إفريقيا لأول مرة وصنف على أنه مثير للقلاق بسبب سرعة انتشاره في حين قال مسؤولون هولنديهم أن المتحور الجديد أوميكرون كان موجودا في هولندا في وقت سابق خلافا لما كان يعتقد فقد تم التعرف عليه في عينتين من اختبارين أجريا قبل عشرة أيام أي قبل الإبلاغ عن اكتشاف المتحور للمرة الأولى في جنوب إفريقيا في تحرك سريع دعت بريطانيا إلى اجتماع طارئ على مستوى وزراء الصحة في مجموعة السبعة التي تتولى رئاستها لدراسة مدى خطورة أوميكرون ومدى فعالية اللقاحات الجاري الاحتماء بها في مواجهة كوفي-19 وبينما تشير الدلائل الأولية إلى أن هذا المتحور يتميز بدرجة عالية من الخطورة لأنه ينقل العدوى إلى الأشخاص المحصنين باللقاح تقول مصادر علمية إنه من السابق لأوانه معرفة مدى تأثير هذه السلالة على فعالية اللقاحات وقد يتطلب ذلك التدقيق في هذا الأمر عدة أسابيع من البحث هذا وقد شرعت عدة مختبرات في العمل على تطوير ما صار يعرف بالجرعة المعززة لللقاح كي تناسب متحور أوميكرون وأعرب بعض منها عن تفاؤله بخصوص القدرة على مواجهة أي طارئ يصدر عن المتحور الجديد منذ بدء الجائحة ديسمبر 2019 في ووهان الصينية عرف فيروس كورونا عدة سلالات وتغيرات وتحورات عرف صنف منها بالمثير للقلق سلالة ألفى تعرف سابقا باسم السلالة البريطانية وترجع أولى العينات الموثقة إلى المملكة المتحدة سبتمبر 2020 سلالة بيتا تعرف سابقا باسم السلالة الجنوب إفريقية وترجع أولى العينات الموثقة إلى جنوب إفريقيا ماي 2020 بعدها ظهرت سلالة غاما باسم السلالة البرازيلية وترجع أولى العينات الموثقة إلى البرازيل نوفمبر 2020 سلالة دلتا تعرف سابقا باسم السلالة الهندية وترجع أولى العينات الموثقة إلى الهند أكتوبر 2020 وكما تتابعون في هذه الصور وانتهاء بسلالة أوميكرون التي لم يطلق عليها اسم مرتبط بدولة بعض إلا أنه أعلن عن ظهورها في جنوب إفريقيا في الرابع والعشرين من نوفمبر 2021 ولإثراء النقاش أسعد باستضافة الطبيب والإعلامي الدكتور محمد أجماري أهلا بك سيدي وشكرا جزيلا على قبولك الدعوة مرحبا سعيد بهذه الاستضافة ومرافقتكم في هذا الملف الإفريقي الساحل الإفريقيا كما أسعد باستضافة الباحث ومدير مشاريع طبية في الخليج وإفريقيا مراد ملاح من قطر عبر تطبيق سكايب شكرا لك مراد على قبولك الدعوة ودعني أبدأ معك تبدو لحد الآن المعلومات مراد العلمية شحيحة حول أوميكرون إلى حد ما لكن ما يتم تأكده أن هذه السلالة الجديدة المثيرة للقلق تحمل مجموعة غير عادية من الطفرات أضعاف ما تحمله السلالة السابقة دلتا في رأيك وفي ظل الضبابية السائدة حاليا ما الذي يجب أن نخاف منه اليوم؟ بداية أصعد الله أوقاتكم شاكر لكم كرم من الاستضافة حقيقة أوميكرون كما سمي هو هدية عيد مبكرة المقلق في سلالة أوميكرون الجديدة هي عدد الطفرات التي أشرتم إليها والتي بلغ عددها إلى حد الآن أكثر من خمسين طفر معرفة ثلاثون منها في ما يسمى بالبروتين الشائك وهو البروتين الذي يستخدمه أوميكرون للاشتباك مع الخلايا الإنسانية وهذا أمر مقلق جدا ربما ما يمكن أن نخشاه هو أن تتأخر شركات اللقاحات في تصنيع لقاح يحتوي هذه الطفرة أي نعم هناك حالة من التفاؤل أو من الإجماع بين مختلف الخبراء والمتدخلين أننا سنكتفي بالاعتقاد أن لقاحات الحالية قد ربما تحد أو تقلل من أثر أوميكرون على جسم الإنسان لكن لا يوجد شيء مضمون هناك معلومات شحيحة مثل ما تفضلت الكل ربما مشرئب لمعرفة ما ستقدمه شركة موديرنا مثلا نوعية التي كانت سباقة للإعلان على أن لقاحها سيكون جاهزا بحلول شهر مارس وهو ما يناقض ربما حالة من الإطمئنان والاعتقاد السائد أن اللقاحات الحالية كافية حتى أجيب على سؤالك الكريم باختصار المقلق سيدي الكريم هو أن تتأخر اللقاحات التي بإمكانها أن تكبح من جماع أوميكرون وتدخلنا لا قدر الله في موجة أشد خطورة مما حصل مع المتحول ذلك أنقل النقاش كذلك إلى ضيفي في الاستوديو دكتور محمد جماري دكتور يبدو اليوم أنه حتى الملقحين معرضون لخطر أوميكرو حين نرى أن منظمة الصحة العالمية تصرح بأنها لا تعرف الكثير عن هذه النسخة الجديدة من كورونا وأنها لا تملك الأجوبة الكافية للأسئلة المطروحة حاليا ما رأيك؟ الحقيقة أنه أوميكرو هذا المتحور الذي ظهر نهاية السبوع الماضي في جنوب أفريقيا أولا أن منظمة الصحة العالمية من البداية انتبهت إلى قضية التوسيم أن تسمى المتحورات بأسماء بلدان هذا غير عادل وغير طبيعي لأن من شأن الفيروسات عبر تاريخها الطويل أنها تتحور باستمرار وهذه التحورات لأن هذه الفيروسات كائنات حية كلما الجسم البشري المستضيف حاول أن ينفلت من قبضة الفيروس إلا ولعب الفيروس إذا صح التعبير لعبة جديدة وتحور ليحدث الأذى لتقبل استضافته غير المرحب بها في أجسام البشر هذا الذي يحدث ولذلك منظمة الصحة العالمية أخذت شيء باسماء الحروف اللاتينية وحتى أوميكرون إلى غاية الخميس البعضي حينما أعلن عن ظهور السلالة في جنوب أفريقيا كان يسمى نيو ولكن منع للاختلاط مع كلمة نيو التي تعني الجديد ففضلت أن يسمى أوميكرون لا علينا من التسميات ما يهمنا هو أن الفيروس يتحور باستمرار وهذا شيء طبيعي جدا لكن الذي حدث هذه المرة أن المفتاح الذي يدخل به الفيروس إلى الخلايا المستضيفة في البشر وهو بروتين سبايك وقحت فيه طفرات كثيرة حوالي 322 طفرة شيء لم يرصد في المتحورات الماضية هذا المفتاح هو الذي يحاول الفيروس باستمرار أن يخادع البروتيين الموجود في الخلايا البشرية بحيث إذا اكتسب الإنسان مناعة سواء أنه أصيب بالعدوى وأصبح لديه رصيد من الأجسام المضادة أو أنه تلقى التلقيح ففي كل مرة يحاول الهروب يسميه العلماء اسم جميل جداً الهروب المناعي أن الفيروس في كل مرة يحاول الهروب وإذا كانت دكتور كما تقول أمارات هذه السلالة الجديدة ونسخة الجديدة من أوميكرو واضحة والطفرات واضحة لماذا تقول منظمة الصحة العالمية اليوم في آخر ندوة صحفية لها بأن الأمور غير واضحة بعد ولا يمكن الحكم على مدى خطورة أوميكرو على البشر في العالم هذا مشكلة الإعلام الإعلام الآن نحن لأول مرة نعيش وباء عالمي بمعنى أنه يوم بيوم ما يصرح به الخبراء والعلماء يبثل الناس في العلماء من قبل وهم يتعاملون مع الأوبئة قديماً على الأقل ابتداء من القرن العشرين وآخر القرن التاسع عشر كانوا يعملون في صمت والآن نحن تحت أضواء الكاميرا أضواء رصد الإعلام ولذلك ما قالته منظمة الصحة العالمية صحيح جداً أنه لا يمكن الحديث الآن هناك احتمالات أن يكون أكثر ضراوة أكثر خطورة أكثر سرعة في الانتقال لكن لا يمكن الجزم أنه ورحة تطور دعني أنقل النقاش إلى ضيفي من قطر مراد ملاح مراد هناك متشائمون وهناك أيضاً متفائلون لكن دعنا نتحدث بكل صراحة بلغة الواقع أكثر ما التأثيرات التي يمكن أن يحدثها النسخة الجديدة من فيروس كورونا أو ميكرو على اقتصادات العالم لو يسوء الوضع أكثر للأمانة ما يخشى أو اقتصادياً الذي يخافه ويهابه كل المتتبعين خاصة في الأسواق المالية الكبرى في البورسات العالمية هو أن تقبل الدول على إغلاقات جديدة كتلك التي حصلت في دلتا ربما قد يقول قائل أن اليوم العالم تجاوز مرحلة صد فيروس كورونا بمتحوراته المتعددة إلى مرحلة التعايش لكن خلينا نتفق أن توقيت أميكرون توقيت حساس جداً نحن اليوم مقبلون على إغلاقات سنوية بالعادة هذه الفترة الرمع الأخير من السنة هي فترة التموقعات خاصة في أسواق البورسات والأسهم والمشتقات المالية الخوف اليوم كل الخوف أن يذهب أميكرون بالدول إلى إغلاقات كما نعلم جميعاً نسق الكرة الشمالي على موعد مع فترة الأعياد وهي فترة تتلقفها وتنتظرها كبريات الشركات لأنها موسم مبيعات بامتياز فيمكن أن نتخيل إذا أقبلت هذه الدول على إغلاقات بسبب أميكرون كمية الخسائل التي ستتكبدها هذه الشركات خاصة هناك تخوف آخر جداً في سوق المشتقات المالية هو مسألة الضغوط البيعية هي أن يقبل الناس ملاك الأسهم عن التخلص من أسهمهم مما سيهوي بالبورصات العالمية وبدأ هذا الشبح يخيم حقيقة على كثير من البورصات العالمية لذلك كل التخوف مثل ما ذكرت اقتصادياً هو أن تقدم الدول على الإغلاق إغلاق بلا شك سيزيد الطينة باللخصة وأنه لا يخفى عليكم أن العالم يئن تحت وطأة سلاسل الإمداد التي ساهمت في ندوب كبيرة جداً يحدثها تضخم تعيشه قرات العالم الخمس شكراً لك مراد الدكتور غماري السؤال اليوم هل جزائر وإفريقيا والعالم أمام فيروس غير منتهي في نظرك ولماذا نشهد كل مرة نسخة جديدة من كورونا دعنا نبسط ربما تحدث باللغة علمية دعنا نبسط ربما بالصورة أكثر إلى المواطن البسيط الذي يتابعنا لا نحن وقدنا أن هذه التحورات طبيعية جداً أن هناك سرع بين فيروس ضيف غير محبث وبيننا نحن البشر يعني ونحن البشر المستقبلين لهذا الضيف الغير محبث فهو في كل مرة يحاول أن يغير من استراتيجيته إذا صح التعبير ليتمكن منه الحديث على أن اللقاحات غير مجدية هذا كلام منظمة الصحة العالمية والخبراء في العالم يقولون أنه سابق لأولم لكن هناك بشرى هذه البشرى تقول أنه أكثر من خبير الآن يتحدث أنه بالعكس هذا المتحور ربما يكون بشارة لانتهاء مسلسل طويل جداً أو أنها نقطة ضوء في هذا النفق نفق كورونا الشيء الغير ونحن في برنامج إفريقي الشيء الغير يعني طبيعي أن هذا التسارع الغربي في غلق أو محاصرة الدول التي ظهر فيها هذا المتحور أو أعلن ظهور المتحور فيها وهي جنوب إفريقيا وخمس دول محيطة بها هذا هو الغير طبيعي في الحقيقة معاملة غير عادلة مع القرى الإفريقية التي تعرف منذ سنوات يعني منذ عقود طويلة كثير من الأوبية المستوطنة هذا هو الغير طبيعي في المعادلة في الختام الطبيب والإعلامي ودكتور محمد قماري شكراً جزيلاً لك على هذه المعلومات وعلى هذه الاستفادة شكراً جزيلاً كما وجه الشكر الجزيلي الباحث ومدير مشاريع طبية في الخليج وإفريقيا مراد ملاح شكراً جزيلاً لك كنت معنا من قطر عبر تطبيق سكايب شكراً الثقافة لها نصيب كذلك في موعدنا تقع السينما الإفريقية السوداء بريمتها في تلك المنطقة المظلية لمعرفتنا تلك السينما بخصوصيتها وجماليتها وتاريخها الطويل لم تتخطف الأذهان حواجز الأحكام المسبقة والأفكار النمطية رصيد يره متابعون سداً منيعاً أمام تدفق الفكر الغربي الباحث عن التواغل في دروب القارة الصمرة ما زالت السينما الإفريقية السوداء بعيدة عن مخيلاتنا الفردية والجماعية ربما لأنها في قربها وبعدها منا في آن لم تفلح في أن تشكل فينا وعياً آخر شديد الاختلاف عن وعينا أو خيالاً نشتهيه أوليس في حكاية الفقر والظلم في أفلام عثمان سانبين وعبد الرحمن سيساكو وجبريل ديوب مامبيتاي وإدريس ويدراغو وبولين فيريرا ما يجد صده في حيواتنا نحن أبناء هذه المنطقة أوليس في إقاعها الخاص وعناصر ثقافتها وصحاريها ومداها المحترق تحت الشمس ما يعيد أمام أعيننا صوراً مألوفة؟ ظهرت هذه السينما في وقت كانت فيه كثير من الدول الإفريقية تستقل عن السلطات الاستعمارية الأوروبية كانت الثورات الجديدة تطالب بالصور الجديدة التي تكون خالية من السطحية ومن النماذج المهينة المروجة من قبل صناع السينما الغربية الذين قد لوثت ميلو دراماهم إفريقيا طوال عقود بالإديولوجيات العنصرية التمييزية أو الاستعمارية السينما الإفريقية السوداء ولدت في إطار عملية التجديد الثقافي ما بعد الاستعماري وخرجت إلى الوجود بحكم ضرورة التعبير عن اللحظة التاريخية وكسلاح سياسي لتنتج الآن بعضاً من أجود الأفلام للعالم متجاوبة مع الحاجات والطموحات الحقيقية لشعوبها ضمن بعد أخلاقي وآخر جمالي نختم موعد الساحل وأفريقيا بتمييز الباحثة الجزائرية البروفيسورة ياسمين بالقايد التي نالت باستحقاق الجائزة الألمانية روبر كوخ لعام 2021 نظير أبحاثها حول البكتيريا المجهرية ونظام المناعي وأظهرت جهود الباحثة الجزائرية الحائزة على ماستر من جامعة هواري بومديا للعلوم والتكنولوجيا أظهرت بصفة قطعية كيف تتحكم البكتيريا التي تستوطن الأمعاء والجلد في البكتيريا المعوية والنظام المناعي إلى موعد قادم بإذن الله في أمان الله اشتركوا في القناة